وصف وزير الداخلية عبدالأمير الشماري مباحثاته مع الجنب الكويتي بالناجحة مؤكدا أنها شملت لقمة وتسهيل الدخول للكويت والعراق ومكافحة المؤثرات العقلية إلى جنب التعاون الأمني لمواجهة خطر الإرهاب حقيقة كانت هذا اليوم زيارة ناجحة مباحثاتنا كانت ناجحة مع الأخ وزير الداخلية وأجرين عدة جولات من المباحثات ضمنت عدة محاور من عدها الموضوع الإقامة وتسهيلات الدخول بين العراقيين والكويتين في المنافذ الحدودية كذلك ناقشنا موضوع مكافحة المخدرات وتعاون البلدين في المعلومات والاستخبارات وكذلك توحيد الرؤية بخصوص التعاون الأمني في مكافحة هذه الآفة الخطيرة وإن شاء الله سيحضر مع الوزير الداخلي لاجتماع الأمني الذي سيعقد في بغداد يوم 22 تموز من هذا الشهر أيضا ناقشنا موضوع أمن الحدود بين الجانبين بحضور قادة الحدود العراقي والكويتي وتحديات الموجودة في أمن الحدود كذلك ناقشنا موضوع مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب أيضا ناقشنا موضوع التفعيل المذكرة التفاهم نوقع عام 2016 كثير من الملفات نوقشت خلال زيارتنا واجتماعنا هذا اليوم أعتبرها زيارة ناجحة وحققت الغاية منها وأيضا بنفس الوقت سلمنا لصاحب السمو رسالة خطيئة من دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشيعة السوداني تتعلق بالعلاقات الثنائية وكذلك توجيه دعوة إلى صاحب السمو لزيارات بغداد زيارة ناجحة